ما هذا الذي يحدث في قصرك؟ يا عزيز مصر يوسف التعدوي الأول هل أنقذك زاهد يا ولدي؟ أأنت متأكد؟ هذا العربي؟ كاد لسه أن يسرق أموالي يا أمي يا ولدي الحبيب أنا لا أريدك أن تتأذى لقد تدخل هذا الرجل في الوقت المناسب لابد أن أشكره حين أراه ماذا يريد هذا الرجل منك يا أمي؟ يريد أن يتزوجني وأنا أرفض لماذا ترفضنا يا أمي؟ حقا؟ أنت لا ترفض زواجي؟ أنا لا أمانع هناك من اندس بين الناس يا مولاي ليسيءوا إلى يوسف ماذا تقول يا زخار؟ يتحدثون في الأسواق والبيوت عن يوسف ماذا يقول هؤلاء عن الرجل الأمين؟ يقولون إنه يقود البلاد للخراب وإن تفسيره للرؤية قد لا يكون صحيحاً ومن وراء هذا يا زخار؟ لا أظن أحداً مستفيداً من ذلك سوى كهنة المعبد الكهنة الكهنة هم يدمرون كل شيء من أجل مصالحهم دعني أفكر في الأمر ترجمة نانسي قنقر لا أدري ما سر هذه الحرب الخفية على يوسف من قبل الكهنة والمعبد أرى أن الحرب لن تفلح يا زخار كيف يا مولاتي؟ وقد حشدوا كل قوتهم لإسقاط يوسف من منصبه هل تعتقد أن الملك ساذج إلى هذه الدرجة؟ ولكنها المكيدة يا مولاتي المشكلة ليست في فكر مبار والأخور إذن أين المشكلة؟ المشكلة هي هل سينجح يوسف في المرور بمصر من هذه المحنة؟ أثق في قدرة يوسف إلى حد بعيد وأنا أيضاً أثق بيوسف إن غياب العزيز عن المشهد الآن يعد خسارة كبيرة العزيز في حالة سيئة ترجمة نانسي قنقر 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 بعد أن خطط لمصر كيف يمكن أن تخرج من أزمتها من الطبيعي أن يحاول الكهنة إيقاف تقدم يوسف ونجاحه في إقناع الناس بعبادة رب واحد أحد وعلينا أن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة وهكذا استمر عمل المصريين بكل حب واجتهاد مطيعين يوسف في خطته الحكيمة نحو الوصول بمصر إلى بر الأمان والخروج بها من هذه الأزمة بسلام يا عزيز مصر لما كل هذا الاختفاء عنه وأنت تعلم مكانتك عندنا يا مولاي حالتي ليست بالضيضة الآن يا عزيز مصر أنت بذلت جهودا كبيرة لنفع هذه البلاد وسأعطي لبلادي ما تبقى من عمري ماذا تريد مني لأفعله لأجلك يا عزيز مصر أن تلتمس لي العذر انقصرت في أداء عملي في هذه الأيام الصعبة عليك أن تسافر فالنيل ممتد وملكنا يسع هذا العالم أسافر؟ أستريح؟ نعم سافر لتغير الأجواء وتستريح قليلا وشؤون الحكم يا مولاي سأكلف زخار بالقيام بعملك حتى تعود سمعا وطاعة يا مولاي كيف لمرأة أن تكسر رجولها كل هذا الانكسار؟ كيف؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر